شهدت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية تميزا واضحا وسط تنصيق المواقف حيال القضايا المختلفة والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية يعد تعاون ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان نموذجا يحتدى به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات قواسم مشتركة ومصالح متبادلة تجمع مصر وقبرص على مر السنين قواسم ومصالح وروابط أسهمت في أن تكون العلاقات بين البلدين نموذجا للعلاقات بين الدول مع بدايات ستينيات القرن الماضي كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص فور استقلالها وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1960 وقد أسهمت عوامل القرب الجغرافي والتمازج الحضري والثقافي في زيادة العمق في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية العلاقات السياسية بين مصر وقبرص شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية دفعة إيجابية وسط حرص قيادتي البلدين على تشاور وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية المختلفة وبحث أفق التعاون الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات وفي مختلف المحافل الدولية وبالنسبة لقضايا الشرق الأوسط والمنطقة تتطابق وجهات نظر البلدين في عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث ترى الدولتان ضرورة التواصل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي كما تهتم مصر دائما بتدعيم جسور التواصل الشعبي والمجتمعي بين البلدين لاستكمال مسيرة الترابط وتتويجا لهذا جاء أعلان القاهرة في نوفمبر 2014 كنوات لإقامة تحالف بين مصر وقبرص ومعهما اليونان حيث تجمع الأطراف الثلاثة قواسم مشتركة في التوجهات برزت مؤشراتها في التركيز على محاور الأمن والتنمية والاستقرار ويعد التعاون الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان نموذجا يحتذا به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات وتمثل المبادرة الرئاسية إحياء الجذور التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2017 خطوة هامة لتعميق التواصل بين الأجيال الحالية من الدول الثلاث هي إذن قواسم مشتركة من تاريخ وحضارة عريقة يواكبها تطلع للمستقبل وجهود مشتركة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان